إذا كنت تبحث عن لابتوب مناسب للتعليم والدراسة وحتى للأعمال سواء من ناحية الأداة والمواصفات أو التصميم والوزن فالماكبوك اير اير امتو من أفضل الأجهزة المتوفرة حالياً واليوم سأقدم لك أكثر من 10 أمور تجعل خيارك الأفضل للدراسة دعونا نتعرف عليها سواء في هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل هو الله ومسهل وحيكم في فيديو جديد معينا عبدالغفيص واليوم سأتحدث عن الماكبوك اير اير امتو الجديد لكن من منظور الطلاب والتعليم وكذلك الدراسة طبعاً سبق سويت فيديو مراجعة لللابتوب وتكلمت عن تجربتي معه والمزايا التي فيه وتقدر تشوفها بوصف الفيديو لو كنت مهتم لكن فيديو اليوم سأقدم لك فيه أهم المزايا أو الأمور في الماكبوك اير امتو كجهاز مناسب للطلاب والدراسة بشكل عام كالعادة قبل تكمل الفيديو اشترك بالقناة لو كنت غير مشترك فعل جرس التنبيهات حتى يوصل لك تنبيه لما نشر محتوى قادم حول الأجهزة والمراجعات وبسم الله نبدأ الوزن وسهولة الحمل وكذلك التصميم الجميل من أهم المزايا التي تجعل الجهاز يناسب الطلاب سواء في التنقلات بين القاعات مثلاً في الجامعة أو المدرسة أو حتى عندما تشيل اللابتوب في الشنطة أو مع الكتب وأغراضك لا تشيل هم من ناحية الوزن لأن فعلاً هنا اللابتوب خفيف وبنفس الوقت بتصميم جميل وأنيق مثل تصميم أجهزة الماكبوك برو الجديدة من أبل كذلك من المزايا الرهيبة هي البطارية والتي تتميز فيها أبل خاصة مع معالج M2 مقارنة بالأجهزة السابقة أو بغيرة من الأجهزة فما ستشيل هم البطارية تقدر تروح للجامعة أو المدرسة أو حتى للعمل بدون الشاحن وتضمن أن الجهاز يقدم لك عمر رائع للبطارية وممكن توصل حتى 18 ساعة ومن تجربتي الشخصية بالعمل وشغلي الذي يعتبر فوق المتوسط أعطتني البطارية أكثر من 10 ساعات وهذا رقم ممتاز جداً طبعاً هنا لديك شاشة جميلة وساطعة وطبعاً السطوع هنا أفضل من السابق وميزته أن يكون مناسب أكثر بالدراسة بالأماكن الخارجية أو بمكان إنارة عالية سواء مثلاً قاعد اتذاكر أو حتى تحضر أحد المحاضرات ترى الشاشة ببضوح أفضل والشاشة بشكل عام جميلة وتناسب أغلب ظروف الاستخدام وهي بحجم 13.6 إنش وتدعم التدرج اللوني الواسع P3 كذلك الشاشة تدعم تقنية True Tune ومزايا ضبط اللون الليلي وهو Night Shift وهذا يعني عيونك بتكون مرتاحة وتقلل لك الأشعة وما راح تضايقك لما تجلس وقت طويل وانت تستخدمها أو وقت طويل وانت أمام الشاشة طبعاً هذا الإصدار الجديد يتميز بمعالج Apple M2 والذي يقدم لك أداء ممتاز بأغلب الاستخدامات لا تشيلهم تهنيق أو بطء أو تأخير بالعمل أو أنا شخصياً استخدمت الجهاز حتى للمونتاج لكن كطالب يقدم لك تجربة ممتازة مع برامج الأوفيس والتصميم حتى البرمجة بيكون مناسب جداً أيضاً لديك هنا دعم الأوفيس بشكل كامل ونعم ستستخدمه بشكل طبيعي سواء الورد، البوربوينت، الإكسل وغيرها من التطبيقات وتدعم جميع المزايا في لا تشيلهم من هذه الناحية أيضاً لديك تطبيقات قبل المجانية البديلة للأوفيس مثل البيجز والكي نوت والنمبرز وتستطيع من خلالها أن تفتح ملفات الأوفيس أو تحفظها بإمتداد الأوفيس وترسلها الشخص مع ويندوز وتفتحها بشكل طبيعي أيضاً هذه ميزة رهيبة لو أحبت أن تستخدمها بشكل مجاني طبعاً الماكبوك Air M2 يتميز بسماعات سبيكر تقدم الصوت المحيطي وكذلك الميكروفون وكاميرا الويب الذي يدق الممتازة وكذلك لو أحبت أن تستخدمها للإجتماعات أو الدروس الأونلاين ستكون جيدة أيضاً للترفيه يكون جيد لو أحبت أن ترى أفلام أو تلعب ألعاب وبوقت الفراغ ويكون لديك بعض الألعاب الداعمة في استيم أو خدمة أبل أركيد التي فيها مجموعة ألعاب بسيطة ومسلية أيضاً سولت الإعداد والتشغيل كذلك التكامل والربط مع ساعة أبل وكذلك الآيفون هذه كلها أمور تفيدك أثناء الاستخدام مثلاً تكتب ملاحظات على الآيفون تكملها بالآيباد وترجع تستخدمها على الماكبوك Air وهكذا ستستفيد من الإكو سيستم بشكل كامل مع أجهزات أبل وبالنسبة لي ميزة الاعتمادية وكذلك الأمان من أهم المزايا وأن الجهاز لا تشغيل الصيانة أو الفيروسات أو أن تقوم بعملها في خراسة رأسك وتعمل عليه فترة طويلة وانت متضملة وممكن حتى بعد سنتين أو ثلاثة لو خلصت منها تبيع الجهاز ويجيب لك مبلغ ممتاز بعكس أجهزات الويندوز مثلاً بخصوص الويندوز بما أن تستطيع عمله من خلال المحاكي لكن شخصياً لا أفضله ولم أنصح بهذا الخيار كونه يستهلك موارد الجهاز بشكل كبير وممكن يكون حلّة واضطرية البرنامج معين غير موجود وتبي تستخدمه لديك هذه الميزة فهذه تقريباً 12 ميزة في الماكبوك اير M2 تجعل من أنسب الخيارات بالنسبة للطلاب والدراسة والتعليم بشكل عام كذلك الأعمال ولو حبيت أنك تعرف تفاصيل أكثر شاهد المراجعة الكاملة وتحصل الرابط بالوصف أتمنى هذا الفيديو أفادكم وكالعادة شاركني رأيك بالتعليقات ولا تنسى الاشتراك واللايك وأشوفكم في الفيديو جاي والسلام عليكم